اكدت سعدة الدكتورة الشيخة رانا بنت عيسى بن دعيج الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة حرص المعهد على مواصلة تطوير قيادات حكومية ترتقي بمستوى التنمية الإدارية في مختلف القطاعات تحقيقا للأهداف المنشودة في ظل المسيرة التنموية الشاملة جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمها المعهد بحضور سعدة الدكتورة مريم عذب الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية ومنتسبي الدفع الثاني والثلاثين من قيادات الذي يقدمه معهد الإدارة العامة لمدراء القطاع العام ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية وأشارت المدير العام لمعهد الإدارة العامة إلى حرص المعهد على الاستفادة من الخبرات وأفضل ممارسات لدى القيادات الوطنية من خلال الجلسات الحوارية التي يتم تقديمها لمنتسبي برنامج قيادات الذي يستهدف فئة المديرين في القطاع العام بهدف تطوير قدراتهم وتنمية الفكر القيادي لديهم بما يسهم بالارتقاء بالعمل الاستراتيجي الحكومي في مملكة البحرين من جانبها أكدت الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية حرص مملكة البحرين على الاستمرار في الاستثمار بالكوادر الوطنية في مختلف القطاعات كونهم محركا أساسيا ضمن مسيرة التطوير والبناء مشيرة إلى ما تتمتع به القيادات الوطنية من كفاءات تسهم في تعزيز التطوير المؤسسي ودفع جلة التقدم في مختلف المجالات اشتركوا في القناة